هلا وغلا جمالكم اليوم أفضل عشر ألعاب زومبي في التاريخ من اختيارنا وأيضا الترتيب رح يكون حسب التقييم على موقع متى كريتك العالمي ورح نأخذ لعبة وحدة من كل سلسلة ولازم يكون فيها زومبيز يعني دوم ما تنحسب لنا شياطين اللي فيها وقيرز وفورز ما تنحسب لنا اللي فيها فضائيين وقبل نبدأ لا تنسون اتزور اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجلس معكم في هذه الشيحة والحين خلونا نبدأ في مقز العاشر عندنا لعبة Days Gone هي حصرية الجهاز ببلايتيشن 4 وفيها تلعب شخصية ديكن في عالم سيطر علي الوباء وتحول الناس إلى زومبيز اللعبة قدمت أفكار كثيرة ومتنوعة فيها مثل التنقل في الدباب ويستهلك بنزين وأيضا مجموعة الهوردز من الزومبيز وفكرتهم هم شبه زعماء في اللعبة يكون فيهم أكثر من مئة زومبي يهجم عليك في نفس الوقت اللعبة في بداية أطلاقها كان في أخطاء تقنية كثيرة وهذا اللي أدى لاختلاف الناس في تقييمها وأيضا القصة اللي الناس عجبتهم وناس قالت أنها عادية جدا هي لعبة عالم مفتوح تخلص فيها مهمات متنوعة وتقييمها في متا كريتك كان 71 في المقز التاسع عندنا لعبة The Evil Within 2 هي لعبة رعب وصراع بقاء من مطور ذنت Evil شنجي ميكامي وتكمل الجزء الأول أجواء اللعبة كانت مرعبة جدا خصوصا أنك في مدينة كبيرة ولا دم تستكشف فيها وأيضا أضافوا قصص جانبية قصيرة مثل الجنية اللي في البيت وغيرها وهم شيء كان تصميم الوحوش والزومبيز في اللعبة كل واحد منهم كيفير لنا يعطيك كوابيس اللعبة فيها الغاز بسيطة مع عوامل العالم مفتوح والقصة كانت جيدة نوعا ما عشاقها مأملين أنهم يشوفون جزء ثالث لها وتقييمها في متا كريتك كان 80 في المقز التاسع عندنا لعبة Dead Rising بدأت اللعبة كحصرية على جهاز الـ Xbox 360 وفكرتها كانت أنك تصحفي في مجمع تجاري ضخم ولازم تحاول أنك ما تموت لمدة ثلاث أيام إلى أن يوجد الناس ينقضونك المميز فيها أن المجمع التجاري كان في محلات كثيرة اللي تتوقعونها مثل محلات مجوهرات والعاب الفيديو والملابس وهم شيء مميز في اللعبة هو أنك تقدر تلبس وتستخدم كل شيء تقريبا في المجمع كسلاح لك ضد أفواج الزومبيز الكبيرة في اللعبة وأيضا نظام تصنيع الأسلحة كان مميز وممتع تقييمها في متكرتك كان 85 ثم كان السابع عندنا لعبة Call of Duty Black Ops هي بدأت كجزء فرعي لسلسلة Call of Duty المشهورة وأكثر شيء يميزها كان هو قصتها العميقة واللي تأسرك بحداثها وتخليك تبي تكتشف وش بيصير بعدين وإيضا النهاية اللي كانت صدمة كبيرة لكثير من اللاعبين اللعبة احتوت على 14 خريطة متنوعة وكان فيها نظام جماعي ممتع لكن أكثر شيء مميز هو طور الزومبي اللي فيها وناس كثير لعبتها أكثر من باقي الأطوار الثانية في اللعبة وأيضا اللي خلى باقي يجزال سلسلة Black Ops تركز عليه وتدمجه في القصة الأصلية كان تقييمها على متكرتك 87 في المواكس السادس عندنا لعبة The Walking Dead وهي سلسلة مغامرات من تطوير الساديو Telltale واللي أفلس مؤخرا واللعبة مبنية على المسلسل الزومبي والكوميكس الشهيرة The Walking Dead فكرة ترح تلعب بشخصية جديدة وتشوف أحداث العالم من منظوره وأكثر شيء يميزها كان قصتها السودوية والتمثيل الصوتي الممتاز اللي يحسسك أنك تتفرج على المسلسل ضخم وأيضا نظام الخيارات المتنوع فيها والأفعال التي تسويها في اللعبة رح يكونها عواقب واللي يخليك تعيش تجربة جديدة كل مرة تلعبها تقييم اللعبة على ما ذكرتك كان 89 في المواكس الخامس عندنا لعبة Dead Space 2 هي لعبة صراع بقاء مع زومبي في الفضاء والجزة الثانية في السلسلة أكثر شيء كان يميزها أجواءها المرعبة والقصة السودوية فيها والإخراج المبتكر رح فعلا تحس أنك وحيد في وسط محطة فضائية وتحاول أنك توصل إلى حل الغز اللي كيف تحولوا الناس هنا إلى زومبي وأكثر شيء يميزها هو العنف اللي فيها بحيث تقدر تقطع وتشرح الزومبي مثل ما تبي وإذا تركز على تقطيع العضاء مو بس الرأس عشان يقدروا يموتون والعنف اللي فيها وقتها سوى ضجة كبيرة في الإعلام خصوصا أن الحملات تسويقية للعبة جابوا أولياء أمور وخلوهم يشوفون العنف فيها وصوروا ردات فعلهم فيها والتسويق كان اللعبة لأمك وأبوك ما يبونك تلعب فيها تقييمة في متكرتك كان تسعين في مركز الرابع عندنا لعبة The Last of Us هو من تطوير السيدو الشهير Naughty Duck واللي طور سلسلة Uncharted الشهيرة وجاكن داكستر ورح تلعب فيها بشخصية جول في عالم اشتاح فيه الوباء وتحول الناس إلى زومبي ولميز اللعبة قصتها الفخمة والسودوية وأيضا الرسوم المذهلة وقتها والشخصيات اللي فيها والتمثيل الصوتي تعتبر Last of Us أحد أفضل عنوين جديدة اللي اكتسبت جواز بتنوعة وحب الجمهور لها وتقييمة على متكرتك كان 94 في المركز الثالث عندنا لعبة Bioshock اللعبة هذه كانت مفاجئة للجميع بأنه كان فيها قصة صودوية مسقولة وفيها نهاية صدمت الكثير وتعتبر واحدة من أكبر توستات ألعاب الفيديو وأيضا البيئة اللي فيها كانت عميقة مو عشانة تحت البحر لكن كان يحاكي الخمسينات وكيف كان الناس كانت عايشة وقتها وكان أيضا في اللعبة أجواء رعب خصوصا لما يجيك البكدالي تبي تهرم الغرفة بأي طريقة تقدر منها اللعبة كانت تقييمة على متكرتك 95 في المكسة الثاني معنا لعبة Half-Life 2 هي من تطوير السيديو فالف الشهيرة بسلسلة Portal و Team Fortress وتعتبر أكثر لعبة في تاريخ الألعاب مطلوب لها جزء جديد لها اللعبة وقت صدورها كانت سابقة وقتها بأنه كان فيها قصة محبوكة وعامل فيزيائية في اللعبة أعطت بعد جديد لها وطريقة لعب ممتعفحة للغازها واستفادت منها بعدين سلسلة Portal قصة اللعبة ما انتهت والناس انتظرون على حرم الجمر يشوفون نهايتها أخذت تقييم على متكرتك 96 وفي المركز الأول عندنا لعبة Resident Evil 4 هي الجزء اللي أضاف توجه جديد للسلسلة وأيضا الجزء اللي بدأ طريقة اللعب بمنظور الكتف في جميع الألعاب اللي جت بعدها مثل سلسلة Gears of War الشهيرة وتتميز الجزء هذا بأنه توجه إلى الأكشن أكثر من السلوب التقليدي في الألعاب السابقة وكان فيها الغاز ونوع من الرعب بس أكثر شي تميز فيه هو سرعة الرتم فيها اللي بحيث من بداية اللعبة إلى نهايتها كلها حماس وما في مكان يخبر من الزومبيز والأعداء المتنوعين فيها القصة أيضا كانت محبوكة واخذت تقييم 97 على متكرتك إذن هذه كانت أفضل الألعاب الزومبيز في التاريخ حسب أراء فريق True Gaming هل توفقون الرأيي ولا لا وإذا عندكم ألعاب ثاني ما ذكرناها اكتبوا تحت في التعليقات كما كفتت الشيحة يا تكم العافية ومع السلامة